هذه الحلقة الفلسفية المهمة تلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله الحقيقة الكاملة والاتحاد المخطوف الغربال الأهل المنهار بين البايرن والريال وبعظمة لسانه أول الدفعة سائط والشموع الحمراء عن علي بيك أبو الفتوح وفي أسرار الملك الموت عشقا وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة الحقيقة محتوى مهم جدا في توقيت أهم لكن عايزي أقول لكم أنه مبارح يمكن المباراة الأهل والإسماعيلي شهدت انتقادات كتيرة جدا جمهور الأهلي كان أيضا حفلة الجمهير وهي في طريقها إلى استاد برج العرب تعرضت إلى الرشق بالحجارة من بعض جمهير الإسماعيلي ووزارة الداخلية أصدرت بعدها هذا البيان قالت أن ألقت الأجهزة الأمنية القبضة على خمس أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس جماهير الأهلي خلال توجهها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة فريقها مع الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري الممتاز ده بيان وزارة الداخلية المقتضب في الإشارة إلى الأفضل على خمس أشخاص متهمين والحقيقة هم مش خمسة يعني انشئنا الدقة والأمانة هم مش خمسة هي ناس كتيرة قوي ما زالت بتنفق في هذه العلاقة وهذه المكانة والحدودة الأهل والإسماعيل عشان توصلها إلى هذه النقطة هو المحرض مش شريك في الجريمة ما حدش يشوري على المحرضين ليه اللي لحد النهاردة بيتكلموا وبيحردوا أي إيه فكرة أستاذ إبراهيم أن ينفرد النادي الآلي ويطلع رئيسه يقول لك أنا حابعت عربيات وحابعت فجأة لإسماعيلي رئيس النادي الإسماعيل هل عملها قبل كده إذا كان عملها قبل كده بقى ماشي طب لو ما عملهاش قبل كده معناها إيه أن دي المباراة الأهم لا تكريس برضو فكرة كله إلا الآلي أنت بتعاملوا بمعيار مختلف الفكرة أستاذ إبراهيم أنت مش فكرة التكريس اللي الكرة هي هي الخطورة هي الخطورة ماذا لو أتوباسي الآلي ده كان جاي معها أربع خمس التوبسات وراه ونزلوا الجماهير وحصل الاشتباك كان مين هيقدر يعني يوقف الضمار اللي كان ممكن يحصل كنا سنشوف مجزارة جديدة ولكن دائما التعويل على أن النادي الأهلي يتصرب بشكل مختلف إلى متى إلى متى إلى متى لا يأخذ المجني عليه حقه من الجانب الحقيقة المحلل الرياضي والنقد الرياضي الكبير لأستاذ خالد بيومي وهو إسماعيل لاوي وكان عضو مجلس درف الإسماعيل وواحد من عشاق الإسماعيلي بوعي كبير كتب تويت قال كنت أتمنى من رئيس النادي الإسماعيلي أن يصدر بيانا للتنديد بما حدث من قلة من جمهور النادي على ما حلث بالاعتداء على حفلة جمهور النادي الأهلي سلامة أي شخص أهم مليار مرة من مباراة في كرة القدم ده كلام الأستاذ خالد بيومي وأنا عايز أقول حاجة لأنه إحنا قلنا الارتكب الحادث مش خمسة إحنا نتمنى السلامة لكل جماهين الأندية بجد لكن استمرار لغة التحريض على العلاقة بين الأهل والإسماعيلي مسألة أصبحت فعلا في منتهى الخطورة وإحنا شايفين أنه من الأمانة والأهمية بمكان أننا لازم نفضل ندوس على جرس الإنذار على اللي بيحصل لأنه قبل برسعيد لو كانت الناس أخذت الكلام بمحمل الجد شوية والاهتمام كان ربنا نجل الإرهاصة اللي كانت في المحلة قبلها بأسبوح بالضبط مؤشرة أنا أقول لك حاجة عارف يا كاد المريب أن يقول خذوني أي أول واحد نفض إيده وقال لك اللي يعتدي على حد لازم يعاقب هو المحرد الأول والمستمر حتى الآن في هذا الأمر أول واحد طلع نفض إيده من الموضوع يعني قبل الدور ما يبدأ الحاج عامل حسين قال سبب عدم إقامة مباراة للأهل في الإسماعيلية أنه النادي الإسماعيلي أنت عارفين أنه كل نادي بيشارك في البداية بيقدم الموافقات الأمنية على استضافة مبارياته بيحدد الملعب أنا هلعب في الأستاذ الفلاني ودي موافقة الأمن الجهات الأمنية بتوفق لك على استضافة مبارياتك في الملعب دي النادي الإسماعيلي ما بيقدمش موافقة مدرية أمن الإسماعيلية على استضافة مباراة الأهل وده كلام الموانس عامل حسين المصر ما عندوش ملعب أنا بزعل لما الناس يقول المصر والأهل بورسعين لا لا الإسماعيلي والمصر ما بيلعبوش والإسماعيلية المصر بيلعب كل مبارياته ذهابوا أيام في برج العرب مع كل الأندية فدي منتهية لأنه زي ما بيلعب مع الأهل بيلعب مع الإسماعيل وبيلعب مع الجميع السبعة وثلاثين مباراة لو بيلعبهم في ملعب واحد فخرج المصر من الموضوع لكن الإسماعيلي الآلي بيقدم موافقة مدرية أمن القاهرة على إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي في القاهرة حق الآلي أن الإسماعيلي يجي يلعبه هنا والإسماعيلي يوجد مكان أو ملعب بموافقة أمنية في الإسماعيلية في السويس في برج العرب في أي مكان لكن الحقيقة لجنة المسابقات علشان توحد المعيار بتاخد المباراتين في برج العرب يبقى ده ما فوش تكافه وفرص وما فوش عدل يبقى ما هو الإسماعيلي اصلا لو الإسماعيلي بيجيين القاهرة وانا ما بروحلوش يبقى بحققكم تتكلموا في كده لكن المباراتين في برج العرب فين بقى نغمة ليه الآن اللي ما بروحش للإسماعيلية وليه دايما بتستخدم من الآخرين للنفخ في هذه العلاقة والإمت السكوت عليها برغم انه ده مقتضى أمني يعني المفترض ان اللي يرد ربطة الأندية يا جماعة المباراة لا تقام في الإسماعيلية علشان الظرف ده خلاص يبقى اللي يرددها يعاقب ويحاسب لان زي ما انت قلت ده نوع من التحريض بتكون نتيجة اللي انت شفتهم بارح برغم انه الآلف الإسماعيلية عشان بس حتة الملعب لانه اللي فاكرين ان الآلف لما يروح الإسماعيلية يخسر او الإسماعيل لما يجي القاهرة يخسر الآلف العشرين سنة الاخيرة ما يخسرش من حد في القاهرة من الاندياء لمبره القاهرة 3 صفر الا من الإسماعيل ايام منو الجزيزو وأبو تريكا لما وايع في المباراة فاز الإسماعيل على الأهل في القاهرة 3 صفر الاهل كسب الإسماعيل في الإسماعيلية مرتين 6 ومردين 4 في الإسماعيلية يعني اعلى فوز كان للأهل على الإسماعيل الستة كانت فيستاد الإسماعيلية ففين فكرة ربط الملعب بالنتيجة أن أنتم فاهمين لماذا الأهل مبرحش الإسماعيلية عشان أنتم فاهمين أنه المفروض يخسر لا هو فاس في القاهرة 3 وخسر في الإسماعيلية 6 والأهل دائم التعاون الكواس مع الإسماعيلية وشفته باستمرار كلام الكابتن على أبو جريشا وكلام الكابتن سيد عبد الرازي وقال ليه الكابتن الخطيب لما قال لهم الكابتن العربي أبل كده الكابتن العربي اللي أنتم عايزينه من لعبة أهلا وسهلا الأهل الدائم السنة اللي فاتت زياد طارق أبرز ناشئ عنده قعد سنة مع الإسماعيلي لكن فكرة أن أنا أفضل باستمرار بتكلم في جزئية الأهل والإسماعيل خلصوا من حدوتة الأهل رفض استضافة الإسماعيل أيام التهجير أن نجوم الإسماعيلية نفسهم ردوا عليها أستاذ ابراهيم اللي بيقول هذه النغمة إيه ما كاسبه أنه أصبح ماتشوا مع الإسماعيلي ماتش ودي لا ما بيشيلوش هام يكسب هناك يكسب هناك يباله في النيلات ويأخذه بعض بالأحضان ويروحه فمستفيد من تسميم العلاقة دي فأنت الفكرة كلها ما هو لازم في إيد حد مش قيادات الأندية بقى لأن إحنا إحنا أنا سمعت للدكتور أشرف بعض الضور في الراديو في أحد البرامج أشهر صبحين وزير رياضة بيتكلم عن خطة الاتحاد وعن اجتماع مع الرابطة وتحديد الأهداف وقال شوات حاجات كده عشان هنأخذ كل الاحتاطات ووجهنا بأن التدابير تتخص لمنع التكرار ولكني ما سمعتش كلمة محاسبة المخطئ هو على طول منع التكرار وما بيتمنعش منع التكرار مش هيكون إلا بردع المخطئ بصرف النظر أنا بدي لك تصوره لو حصل اشتباك بين الجماهيرين هو خلاص يعني كان الرشق أقرب للالتحاد بعدين إيه الانتقائية أن كل جماهير الآله تبقى من الشباب الزغير بنفس الفارز اللي راح برسعين حينزل يعمل إيه ده الشباب زغير 17 و 18 و 16 و 19 قدام ناس متمرسة على الشغل على فكرة كتير جدا بيقابلون إحنا من الإسماعيلية وبتحب الأهل معدناش مشكلة مع النادي كتير النهاردة أكتر من حد متديقين بالله حصل لكن أصحاب الصوت العالي هم المسيطرين وهم دول اللي بيتعمل حسابهم في كل تصريح سواء إعلامي أو سواء من إدارة لكن إلى متى يستمر هذا الوضع أنا الحقيقة مش عايزة أقول بدأت يعني يعني أرمى الفوطنة كمان الحقيقة يعني مبادرات الآله في الاتجاه الإيجابي ده كتير جدا يا جماعة يعني أعتقد حتى الكل مازال يذكر إنه في 97 لما اللي قال والإسماعيل بلعبه نهاء الكاس وإسماعيل عثمان عليها رحمة الله طلب من الكابتن صالح رحمة الله على الجميع إن المطش تلعب بالنهار عشان جمهور الإسماعيلية اللي جاي القاهرة يلحق يرجع وقف الكابتن صالح وتلعب بالنهار وفاز لإسماعيل ورجع بالكاس فرحان وإسماعيل عثمان وقتها أهدى الكاس إلى إسم صالح السليم زعلوا منه بدل ما يقدره هو ليه أهدى الكاس قال لهم يا جماعة الرجل أنتوا كنتم أعزيني أنسحب هو أتكلم قال ليه ما فيش حاجة اسمها تنسحب وإيه طلباتكو قلنا له نلعب خمسة مش تمانية سأل هولمان قال له ما فيش مشكلة يعني بجد خطوات الآله الإيجابية في كل مناسبة وقبل كده كابتن حاسع الحمد وكابتن خطيب راحوا لإسماعيلية وكابتن خطيب استقبل كابتن علي أبو جريش قال له هو عضو حتى في لجنة الخدمات أو الخدمة المجتمعية والإنسانية في النادي يعني حتى الرجل متفاعل مع الأهداف الخيرية والإنسانية للنادي فالإمتى يفضل السقوط على التحريض لأنه ده الخطر جدا ونتقول لكم اللي اعتدوا مش خمسة اللي اعتدوا كتير جدا باستمرار هذا التحريض رغم وضوح الموقف تماما ده متصورين ومتصورين والأم يتدخل بعدهم متصورين ومكتوب أن الرجل السواء قاعد يوم بحاله وكان هو اللي بيعاقب عشان يتم إقناعه بالتنازل وهو صمم على أنه يعمل محضر وشاور على واحد وقاله مش متاكم التاني بس اللي تشاور عليه قاله أيها هو ده اللي كان معايا وفيه ثلاثة تانيين يعني هم خمسة اللي عملوا كل ده على ذكر الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله دعونا ندعو بتمام الشفاء وعجله إن شاء الله للفنان الكبير الفنان هشام سليم اللي بيمر بظروف صحية نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يلهمه فيها سريع الشفاء وعجله إن شاء الله هشام يعني طبعا متربي ودام عينينا وطبعا فنان مرموق صحيح حس عالي وابن الكابتن صالح ويعني مرة واحدة إذا أحدث له مجموعة من المشاكل اللي هتاقي بمشكلة صحية المرة دي خطيرة يا جماعة ربنا أهومه منه ربنا معاه ألف سلامة على الفنان هشام سليم وربنا يا رب يشفي ويعفي ويشفي كل مريض بإذن الله هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل لكن تبقى ضربة البداية المهمة في مقالي ومقاله الحقيقة الكاملة والاتحاد المخطوف الاتحاد المخطوف الحقيقة جماعة الاتحاد المصري لكرة الطائرة اتحاد المصري لكرة الطائرة المهندس عدلي من البداية أوي شاور على كذا مرة على ما يحدث فيه قبل ما يحصل ومن قبل ما يسافروا حتى لدورة ألعاب البحر المتواصل وفاتح باب القيد في الظروف غير طبيعية وتسجيل لعيبة بشكل غير قانوني وكانت المسألة تبدو أنه ده التحاد مخطوف لوحده غير خاضع لأطر قانونية معينة لدرجة أنه أنت بتشير مدرب أجنبي ليلة الصفر علشان مرضيش يضم ابن مدير التنفيذ الاتحاد وشفته صوته صورة هو يقول كده وشفنا الأسبوع اللي فات الرجل مع الزميل هاني حتحوت أظن بيحكي اللي حصل ولا حد بيحاسب ولا حد بيحاسب لا اللجنة اللومبية بتتدخل ولا وزير الرياضة بيتدخل في اتحاد القائمين عليه بيسيروا الأمور إلى أعلى درجة من المصلحة والمنفعة كانت النتيجة إيه؟ قصة الكابتن هناك حمزة وبنتها وهنا عايزين نتكلم في تلات نقط لأنه الأمر لما يتعلق بلاعب أو لعبة من ولاد النادي الآلي وصل لدرجة أنه يتبع كابتن النادي فالكلام لازم يأخذ الإطار الكافي والملائم من الاحترام ومن التأدير ومن الوضوح كمان والدقة من الوضوح الشديد لأنه ده أمر لا يختلف عليه لأنه تاريخ اللعب في النادي الآلي لما يصل إلى أو اللاعبة لما تصل لدرجة أنه تبقى كابتن النادي يبقى الكلام لازم أن يكون بحساب شوية وبالدقة بنت الكابتن هناك هي اللاعبة مارين مصطفى لعبة النادي الآلي وكابتن النادي الآلي ولعبة مهمة في النادي الآلي أي لعب أو لعبة نتكلم على الحق الإنساني ينتهي عقده من حقه ينتقل يعني البنات اللي مرضوش يجددوا مع الأهلي وراحوا في زمانة يروحوا مطرح ما يروحوا ده حقهم الإنسان الطبيعي ليه؟ لأنه أنت أنت تأخرت في التجديد ليهم أنت ما قدمت لهمش العرض المناسب عقدهم انتهى معاك واختاروا سكة تانية تلومهم تعتب تزعل ده قضية تانية لكن الناحية القانونية هم خلاص راحوا ده استخدام للحق الإنساني الطبيعي في الاختيار هنا مريم مصطفى ساذ العمري فاروق نايب رئيس النادي والمهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اجتمعوا مع مريم في وجود الكابتن هناك حمزة ممتها الصورة هي دي صورة التجديد يا جماعة وده عقد التجديد ده عقد تجديد الأهلي لللعبة بتاعته عشان هنا أنا بتتكلم في الوضع القانوني نفس الصورة هي لحظة واحدة بعد التجديد امتها بس النبي في حاجات مهمة مين اللي واقف هنا كابتن خالد العوضي أيوه يعني صورة حديثة أيوه مش قديمة لا مش يعني ده دليل اه طبعا ان ده العقد ده بعد تولي كابتن خالد العوضي في أول مهمة له انه جدد للباقي بالظبط وكابتن حمز الصلاف المدير الفني الأمور كده واضحة من الناحية القانونية والآله قدم لها العرض الأفضل والبنت سعيدة وسعيدة والعقد في ايدها والدنيا بيس خالص ايه اللي حصل فجأة جات هناء قالت للمسؤولين في النادي احنا عايزين العقد ومارين مش هتكمل في النادي ليه هو كده عندها عرض أفضل أيوه بس ده العقد توسق يعني يعني انت بتتكلم في عقد قانوني عقد تم تجديده لا راحت هي أولا نائب رئيس الاتحاد عشان كده بقول لكم ده التحاد مخطوف زي ما البنات التانيين من حقهم يمشوا لأن عقدهم انتهى ومجددوش في الأهلي لسبب أو لآخر يتعلق بيهم لكن دي جددت ومضت والعقد موجود يبقى كده حنا بنتكلم في الوضع القانوني مش الوضع الاعتباري أو العلاقة الشخصية أو التأدير أو القيمة أو غيره لجنة الأولمبية أقرت بسلامة موقف الأهلي انه ده عقد رسمي معتمد ومسجل طب ايه بتعمل ايه الكابتن هنا يتم الكلام على احنا هنغير العقود بقى هنبطل لكم العقود اللي عندكم بصوا الاتحاد يا جماعة لو حد بيدير عزبة مش اتحاد لعبة كبيرة ما يعملش كده ازاي ياخد الاتحاد على عاتقه انه حيدعو الجمعية عمومية لانه عشان يغير نسخ العقود زي ما قالت اللجنة الأولمبية دي سلطة الجمعية العمومية فانتم متخيلين ان الاتحاد يشرع في دعوة الجمعية العمومية انها تنعقد عشان تاخد بعض القرارات ومن ضمنها تغير العقود فنبطل عقد الاهلي الى هذا الحد تحكم المصالح عند اصحاب القرار شوفوا بقى الازدواجية شوف ازدواجية المعايير وتدخلها ان انت بتتكلم على الاتحاد نفسه هو اللي يدعو الجمعية عشان يغير عقد يبطل به الورق اللي عند النادي الاهلي من عقود هل ده معقول المفاجأة الصدمة ليه رئيس الاتحاد السيد ياسر أمر انا عرف لان انا كنت مجدير نادي الجزيرة وكان سكرتير اللي عمي في نادي الجزيرة يعني وكنا بنتعامل ازاي نبني فريق كويس وكنت شايف انسان طموح وجريء وما اندهشش انه بقى رئيس الاتحاد في الفطرة الاخرانية لكن التركيبة بقى تيجي ازاي جبنا لك خالد أمر النادي الجزيرة ياسر أمر وهناق حمزة كابتن هناق حمزة بنت النادي الآل بنت النادي الآل وتمشي بقى لكن مدير تنفيذي الاتحاد الذي يخطط ويترقى التعليمات وينفذها استاذ حسن عابد اسمه حسن عابد اللي هو ابنه بيلعب في الزمالك واللي اطاح بالمدرب بتاع منتخب مصر عشان ما خدوش وتسهلات كتير والرجل طلع عليك اخده ازاي وهو ملعبش اساسي في نادي يبقى هو مش اساسي في نادي واخده منتخب مصر من الصفوة اللي حتلعب وعندي في مركزه من هو افضل منه لدرجة انه قالك صلطه علي النائب بتاعي وقطعه بي وجه مكان ها يعني المساعد بتاعي في التدريب قصة تاس شفناه كلنا مع الاساسي انا حتحوت لكن النهار دا انا مندهش جدا ان هناك من يرى ان هذا الامر قابل للتحقيق بس برجع ولم ادهش ليه ده السنة اللي فاتت فتحوا القيد قبل الادوار النهائية في غير موعد القيد عشان الزمالك يجيب ثلاث لعيبة يقلبوا موازين القوة وياخدوا البطولة على نظام تأجير البطولات فانت اذا مشهد لا في صالح عام ولا في عدلة ولا في حتى انظام يحترم ولا في انك بترسخ امام اللاعبين فكرة احترام العقود مش الانتهازية ده المفاجأة مش مريم مصطفى مصطفى مريم من الاول ادوني عقدي وقصتها قديمة ولكن الكابتن شروق الكابتن شروق اللي قعدت اكتر من شهر ونص بشكل يومي على الفيسبوك تنزل لها صور الوفاء والانتماء والفخر باننا موجودة وانا بنت النادي والاهل العظيم شاه تفاجأ انها ايضا متمردة ومنقطعة عن التدريب فالموضوع ده معنى هاو حسن طرواد انت اخترق اقوى واهم فريق دخل مصوع الجنس على مستوى العالم في تحقيق البطولات اخترقته هو هو حسن طرواد اختراق القلعة من الداخل في شكل الاعداء اللي جوه الحصان انت في كل الاتحادات بتعمل هذه اللعبة ها وفي اتحادات مش قادرة تعمل حاجة لان عشان تقضي على العاب القوة وقال لسباحة في النادي الاهلي هتاخذ على روحك واخد بالك لكن يجي لك في لعبة زي الووتر بول وعمل لك يوقف لك اتنين تلاتة لعبة قبل ماتش مهمة والناس تقعد تتنطط ها والسنة اللي فاتت قبل ماتش النهائي بطول تسعتاشر سنة انا داخل النادي لقيت الكابتن خالد ابو زينة سكرتير اللعبة يا كابتن عالي قبل بقى ما تباني الامور او قال الاتحاد هيوقف لي لعيبة خناقف ماتش هايف جدا يفتعلت بعد الماتش وراحوا منقايين بقى ووقفين ابرز نجوم النادي الاهلي قبل الماتش الحاسم لحاسم البطولة عبت يعني انت يعني يعني وصلت على فكرة كان الاهلي هو المعتاد عليه لانا كنت بتلعب في ملعب الناس دي يعني الجمهور نزل واللعيبة اعتادوا على لعيبة الاهلي ايا كان يعني انا مش عايز اخش لاني محققتش الموضوع يعني ما كونش ماخد بالي لحد ما حصل وشفت ايه فجأة فرقة الزمالك اللي خسرت وغسرت وخسرت من يليوفلس وخسرت من الطيران وخسرت من السموحة ايه في ايه مرة واحدة فتجمع لدي خيوط القصة حكيتها قبل السمي فاينال قبل ما يلتقي الاهلي وزمالك قلت حيحصل واحد اتنين ثلاثة وحيسمح لسموحة تسجل لعيب عشان يقول لهم انتوا وفقتوا سجلتوا لعيب بس هم سجلوا ثلاثة وانتهى مصموحة اللي كانت ما هددهم قبل كده وبتغلب ايا كان انا عايز كل نادي يكسب بيكسب بمشروعية ويكسب نتيجة السياسة ونظام تأجير البطولات ونظام تدخل الاتحادات في توجيه البطولات ده امر فيه منتهى الغرابة ما يحدث في اتحاد الكرة الطيرة برضو بيقابل بصمت غريب وبعدين ها يعني ده يرضي هل اللجنة الولمبية والوزارة يعني ده ينفع يعني ادي عندكم الوقاعة سليمة جدا والعقد موجود لا الوزارة هل يمكن نائب رئيس الاتحاد استخدام السلطة الى هذه الدرجة ما هو انت لو تعرف علاقة المدير التنفيذي بالوزارة تعرف ان يمفع اه اجاب على سؤال لكن اللجنة الولمبية قطاع البطولات اصلا انت يعني كان الهدف من قانون الرياضة فض الاشتباك بين صلاحيات اللجنة الولمبية والوزارة 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 كانت مسؤولة عن نشر اللعبة والبنية الاساسية وتمويل الاتحادات اللي يشرف عليها من الناحية الفنية قطاع البطولة اللي هو مسؤول عنه اللجنة الولمبية هذا لا يتحقق على ارض الوقت وتكاد لا ترى دور لللجنة الولمبية الا من خلال الحقيقة الواضحة جدا بتاعت اتحاد الكرة الطيرة وقالوا لهم ما ينفعش الكلام ده جماعة فده دور دور محمود يعني هيستمروا فيه يا رب طيب احنا بنقول ده ليه لانه مع وضوح الموقف القانوني السليم مية في المية للنادي الاهل زي ما انتو شفتوه وزي ما اقررتوا اللجنة الولمبية تلاقي يعني اتهام الاهلي في قيمه بقى اللي بيرمي ولاده واللي بيظلم واللي بيمشي وهيعاقب هناء حمزة وهيعاقب بنتها وهيعاقب الكابتن ابراهيم عبدالصمد الحقه ينفع وبعدين يتم الترويج بقى انه النادي الاهلي ومجلس الادارة مشى الكابتن ابراهيم عبدالصمد عشان هو جوز اخت الكابتن هناء حمزة انتقاما من اللي حصل وبعدين تسأل تلاقي كابتن ابراهيم ربنا ادينه صحة لغاية الشهر الاخير الرجل عبدالصمد مستمر محدش مشاه لغاية الشهر اللي فات كابتن شط الاسبوع اللي فات كان حابي بيعمل معنا مداخلة عشان يتحدث عن وفاء النادي الاهلي مع كل ولاده لانه هو شط متفاعل جدا في الامور دي فقالك بعكس تماما ما يردده البعض واللي الناس حابة تسمع ده للأسف من الاطراف الاخرى في اتهام الاهلي في قيمه اخلاقه وعلاقته بولاده اه الاهلي ما يصحش يتكلم ولا يمن على حد ولا يتكلم في جزئية زي كده خالص بيقدي دوره المجتمع يتجاه ولاده بالشكل اللي يرضيه لكن لما تنعكس الاية ويكون هذا الرجم الدائم من اخرين ما لهمش اي علاقة بالموضوع لمجرد محاولة تشويه الاهلي لا لا خالص خاصة لما تكون انت بتعمل الصح جدا فتفاجأ بمحاولات التشويه بهذا الشكل كان من المهم جدا ان احنا نوضح الحقيقة الكاملة في ازمة هذا الاتحاد المخطوف نطلع الفاصل وبعد الفاصل نشوف امين يتمسك من عظم تلساء الاهلي ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي هيفضل حريص على انه سوابته القيمية والاخلاقية تكون على هذا القدر من الوضوح والاحترام لكل ولاده والكل منتسبيه وهذا التقدير الكبير جدا لحق جماهير الالف انها تعرف باستمرار الحقائق عشان كده كان هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه اول الدفعة صائد طيب بطولة الدوري بطولة مهمة بطولة الدوري اهم بطولة بينظمها الاتحاد المصري لغاية لما اداها لربطة الاندية المحترفة لما الاهلي كان بيفوز بها كانت بتوصف من قبل البعض بان هي البطولة الاضعف وانه فقدت التنفسية وانه الفيفا قال ان هي اضعف بطولة بعد منها مفيش الا جيبوتي وموزنبيق وكلام كتير جدا في التهكم على قيمة الدوري لما الاهلي كان بيفوز بيه نهاردة ازا مالك بيفوز بيه بنقولكم ان دي بطولة مهمة بطولة الدوري بطولة مهمة جدا التنفس فيها طويل كرة المصرية تستاهل وتستحق ان يكون عندها مسابق اقوى وافضل تنظيما من كده بكتير والاسباب كتير قوي حتى والاهلي بيفقد اللقب بيفقدوا للموسم التاني على التوالي لاخطاء منه لاجهاد منه والظلم تحكيمي واضح جدا لكن ما يتعرض ده النادي الاهلي يا جماعة منظروف وتحميل شديد عليها مش وليد اللحظة وزيما المهندس عادلي قال تبدو الخطة ممنهجة وممنهجة يعني هناك منهج يدرها الكلام مش اعتباطي ولا عشوائي فيه شغل ممنهج بيقود من من خلال زوايا معينة عشان يوصل للنقطة اللي هي الحقيقة احنا اخذنا على عاتقنا مسئولية ان احنا نشاور على اللي بيحصل من بدر قوي وسوابت مالك وكتابه وقلنا لكم مش هنخون امانة الاهلي بوضوح شديد جدا ومن اول حلقة احنا بنكلم النهاردة في 774 حلقة من اول حلقة قلنا لكم المهمة عندنا النادي الاهلي حقه صورته وقيمته فيما يخصنا بنفوت اي حاجة تخصنا احنا خلاص لكن ما يتعلق بالنادي وحقوقه مش لمجلس ادارته ولا ادارته وشفتوا اكم اختلاف حصل لنا من قبل البرنامج مع سياسات معينة او مع قرارات معينة واقربها في مجلس الادارة المهندس محمود طاهر ابان ازمة لقيحة النظام الاساسي وكنا شايفين ان في حاجة خطأ والحمد لله الناس شايفة ان المعركة اللي خضناها دي كان ينبغي ان نخدها حفاظا عن نادي الاه شفتوا انه في النهاية كانت الامر في تسهيل بيع النادي الاه من خلال رجال الاعمال واحنا وقفنا وقلنا البند ده محتاج يتحكم شوية لصالح النادي وجمعيته العمومية وحفاظا على حقه وكان المسألة واضحة جدا واعتقد الكابت الخطيب في المؤتمر الاخير قال لكم بممتقى الوضوح الاهلي مش للبيع الاهلي كيان وقيمة ملك الجماهير والعضاء كلام مش وليد اللحظة عشان افكركم تقريبا في 2016 ان لم تخن الزاكرة الزميل ابراهيم فاي كان استضاف المؤنس عدل القيع والعبد لله في دي ام سي والرجل سأل سؤال انتوا لو دلوقت هتطلعوا في حلقة اثمالك وكتابة هتتكلموا عن ايه قدوا بالكم الكلام ده تقريبا من سبع سنين نفكركم النهاردة النهاردة اللي هو النهاردة اللي هو الارتجال اللي هو على الهوى لأستاذ ابراهيم منيسي مؤنس عدل القيع كنت تتكلموا فأني قضية انا اعتقد القضية اللي فرضى نفسها من بداية الدوري لماذا كل هذا الحرص على تصدير الغضب لجمهور على اتساع القاعدة الجمهورية للنادي الاهلي خالص النادي الاهلي الاحصائيات البسيطة جدا تصنفه واحد من اكثر انديت العالم شعبية وجمهورية فبالتالي مفيش معنى منطقي ابدا ان تضغط على الاغلبية ثانيا ما تديش الاهلي اكثر من حقه بس لا تبخس له حقا يعني خليك دائما ابدا حريص كالتحاد كورة كوزارة رياضة كالتحادات رياضية كنقد كبرامج فضائية بلاش تضغط على مشاعر الجماهير واحسيسها يا اخي الحكام بيغلطه بيغلط لصالح الاهل وبيغلط لصالح الزمالك وبيغلط لصالح الاتحاد وبكرة هيغلط ضد الاهل وضد الزمالك وضد الاتحاد يعني المسألة مدومنا ارتضينا انه الاصل في المسألة اخطاء تحكمية فلتكن على الجميع وللجميع لكن بلاش باستمرار ده كله بيصدر نوع من الضغط الشديد جدا على جمهير كلنا متفقين على انها الاغلبية فبالتالي مش من الصحة ابدا ولا من الموضوع ان انت تصدر رسائل سلبية مكثفة جدا لهذا القطاع اللي انت شايف انه فعلا من القطاع الاعام فانا اعتقد عضية الضغط على مشاعر جمهير النادي الاهلي ومحاولة باستمرار الاساءة الى تاريخ وقيم وثوابت النادي الاهلي كانت واحدة ضمن القضايا المهمة اللي كانت نقش هو ده يعني انا لا يعنيني ان اتهاطر على نتيجة مباراة او الحكم انحز هنا وانحز هنا وده حيحدث او ان حاجة بتعجي بالجمهور برضو ماهو بتعجي بالجمهور ماهو ده اللي انا بقوله هل انت عايز تروح لعواطف الجماهير ولا لعقولها انا اخطر شيء انت عندك السموهو ده اللي بدرجادي عاشت تسميه زي ما تسميه هو ده اللي في دماغي واعتقد ان ده اللي في دماغي وده اللي خلينا عارفين ان احنا نظل على هذا التقارب الزهني ان فيه هدف واحد كلنا كل واحد فينا له طعمه المستقل لكن انا بقولك انا قضيتي قضيتي تاريخ النادي الاهلي اوعى تلعب في تاريخ النادي الاهلي فعدم موجود برنامج يدافع عن تاريخ النادي الاهلي ده شيء شديد الخطورة مش يدافع عن ماتش ونتيجة مباراة هو تاريخ بتزور ايوه بتزور ما ليه هو انت فيه خلاف حتى لو بدت حقيقة بديهية لتقبل الجادل لكن لو سكدت شوية الاجيال الجديدة مش ممكن نتيجة الالحاح وغيبة المعلومات تبتد تناقش موضوع قضية القرن هي ليه بتطلع لكل شيء بيطلع ليه بيطلع ليه عشان هم شايفين ان طب محد احنا خلاص طلعنا وجبنا الناس بتوع اتحاد الافريقي وجبنا الوسائخ اللي بتقول كيف حسبت النقاط وجبنا ازاي مين اللي كان بعيد وقرب في ظل هذا النظام وقلنا تحليلات كتيرة جدا من زمالكوية كانوا في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد المصري وفي لسانهم وخلاص وبعدين وليه الناس اللي لها حق ما تروحش تجيبه طالما المواضح كده وترفع عضية وتاخد ده يبقى تقصية اذا كنت متأكد من حقك وجاي تقول ما ترفع عضية وتاخد حقك بدأ ما نقعد نتكلم طيب تعلق على كلامك أمس واليوم وغدا هي قضية وغدا وغدا وتفاكر ان الموضوع بيخلص هنا كده هي مش مسألة دوري ولا اتنين مسألة تبتناقش حاجة لي على العجب هو من شعبياته اكتر في مجال ما فيش فيه احتمالية دي لسفار حكم ولا بتاع دي درسات وقيم تسوقية ولما الناس جات من برة حسبوها بدقة عشان يعرف وكانوا زمالكوية طب ناخد الاقل ولا زمالك لا القصة لا بعيد وده احنا شفنا سيد محمد شبانة يتحدث عن الاهرام وينصف الكابتن حسن والناس يقول لك ولا يوم من ايامك كابتن كانت بيدفع جنيه يرجعوا اربعة من ورا النادي الاهلي ليه هي دي قضية عادي تتناقش اه عادي تتناقش لما يكون عايزة اقوح افضل اجذب 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 وقالح واضغط لحد ما اقنعت هو انت استاذ ابراهيم لو انت نازم كده وقابلتني وبعد شوية قلتلك ايه مالك النهاردة استاذ ابراهيم تقول لي ليه لانا حلو مش هجبني كده انت لونة مخطوف انت نمت كويس مبارح انا نم كويس مبارح طب قالت كويس فطرت في ايه عدلي اروح انا بقى متفق مع اثنين ثلاثة بعضية اسيبك يقولوا لك نفس الكلاب هتطلب اجازة مرضية وتروح تنام هتقتنع نكعيات ايه الالحاح هو انا انا في البرنامج بتاع مدام مونة شازلي ايه كان يسنف معلومة مين ابو الكتب في العالم واطلاق الاشاعات ومش عارف مين اللي عمل ان الدعاية هي اللي تقدر تمرر من خلالها ما يوش بين حقيقة حتى لو كانت كذب جوبلز قلت لها جوبلز اه جوبلز ده ايه فتح مدراسة تلميزة هنا لا يسبق عم جوبلز ده بمراحل لان الاليات الجديدة ما كانتش عمد جوبلز ده جوبلز اللي موجود دلوقتي دول عمام جوبلز عمام جوبلز ده رسوله طيب كنا بنتكلم مع ابراهيم فايق شوفه من سبع سنين هو ليه الضغط على الاهل كده برغم ناجحاته الموجة تطلع ظهرة مع مجلس الكابتن خطيب كلام ده قبل مجلس الكابتن خطيب في عصر الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي مجلس هذا مجلس الإدارة حقق بالضبط عشر بطولات في الخمس سنين دول عشر بطولات واثنين برونزيت كاس العالم يعني اذا اعتبرتها بطولة وهي بطولة بالتأكيد انت بتتكلم في انت بتعمل اعلى ميزانية انت بتدير ازمة في فترة جائحة كورونا ادارة اقتصادية شاهد بها القائمون على جائزة محمد بن راشد المكتوم وادو النادي الاهلي جائزة الابداع الرياضي لمجلس ادارته ورئيسه محمود الخطيب على حسن ادارة ازمة الجائحة اقتصاديا الى درجة انت تنمي مواردك وتعظم مدخيلك وما تخصمش جنيه من اي عامل او موظف او لعب عندك بالعكس تصرف مكافئات تدي مكافئات وتحقق بطولات وتكمل منشآتك في كل الفروع الاهلي مش بيتكلم في فرع واحد الاهلي بيتكلم بيفتتح كل المنشآت تحديسها ويستكمل خطة الشيخ زايد محمد قريبي يفتتح التجمع عشان ننزل لك حاجة من باطن حسن الترواضة برضو اه اول ما كابتن الخطيب اترشح وبدأت ملامح الاكتساح اي طلع لنا من يقول اللاعب الاسطورة بس ملوش في الادارة اي مش عايزة منقشة اللي هي بتتنقش الان هو اسطورة وليس اسطورة على فكر ملوش في الادارة اللي ملوش في الادارة ده استلم النادي بميزانية عمالة ثلاث اضعاف استلم النادي بمشروع توسع وصلح جميع الفروع وعلى وشك افتتاح التجمع بعد ما غير الارض اللي كانت معيوبة ويذكر الفضل في التفكير في ارض التجمع لمجلس المهندس محمود طار صحيح ساعة واشترة انت لما تروح اهل مدينة ناصر الناس مش مصدقة بالتطوير اللي حصل وفي متاسع عادة المنصفين انت برضو في تربستين ثلاثة هتلاقيهم هم هم برأي اخر اللي موجودين من زمان اللي بيروح يتقعد معاهم خلاص انت مش بتحبه فلان يعمل اللي انت عايز برضو ولم ملناش دعم وحق لكن الاغلبية العظمة لا ده النادي الاهلي مش بس طور نفسه ده طور الحقي ساحب الكتلة بتاعة الباركنج اللي حوالين النادي دخلها جوه النادي عشان يبقى فيه تخطيط وانسيابية ساعد اهداف الدولة ان هي المنطقة دي تحل المحاول حاجة معجزة واخد بالك صلاة مغطاة يعني شغل فنادق نفورات مواج صناعية يعني مستوى عالي اه هب او مراكز اه للمطاعم ومتنوعة الخدمة بقت هناك مختلفة والملاعب زادت والدنيا فل خلاص راح على الجزيرة الجزيرة المحكوم في اطار دي جدا للمساح في المساح خطة ازالة المدرج محطوطة من التسعينات يعني في تطوير النادي وانا مدير النادي وقتها كان متاخد قرار مجلس ادارة باعتماد خطة لهدم المدرج القديم المدرج القديم بالورش بتاعته عشان نوسع وندي رئة للاعضاء ناخد النادي على حدوده ما يبقاش مباني 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 تروح النهاردة تتمشى جوه النهاردة قلبك ينشرح اي خدنا الفريق الكرة وروحنا النهاية التانية تخش قد الكرة تخش مستوى عالمي قلبك ينشرح واخد بالك الصلاة المغطاة المراكز الخدمة للأعضاء الأطعمة والحاجات دي والخدمات المتنوعة كل حاجة موجودة تيجي عند الشيخ زايد وما زال العمل مستمع البوابات البوابات حاجة تفرح نقلة نوعية البوابات شوف الجزيرة عبال والخطو الجيح تبقى طبعا مؤكد الشيخ زايد في أكتر من البوابة الخطوات التي قطعت في موضوع الأستاذ وإنك عرفت خلاص حيتبني فين وخدت الموافقات المبدئية وجاري العمل لأن ده مصروع العمر مش حيتلصق لازم بتعمل على أعلى مستوى عشان يبقى مش بس أنت بتعمل منشأة لمصر أو لمصر ومجال للاستثمار في مجالات الطب والنحية التجارية والنحية الإدارية والحاجات كتير جدا والأسواق هتبقى الحدة دي هتشوف فيها كده العلاعة الصلاة التي تعملت في الشيخ زايد تتفرج عليها تطوير حمامات السباحة في الشيخ زايد وفي الجزيرة وفي خطط أخرى ما زالت قيدة لو الأهلي بقى بياخد حقوقه المادية من الرعايات في التوقيتات السليمة كان زمان كل ده خلص أي لكن هو مش عارف ياخد حقوقه وبالمناسبة يبدو أن الوزارة مع الرابطة حيحطوا خطة أن يبقى فيه شراكة مش رعاية شراكة مع الرعاية الحاليين عشان اتحاده الكرة ياخد فلوس ياخد وضمنات إن إزاي الأندية تاخد حقوقه ماشي لو هتتعمل بإنصاف أي ما يتوزعش على طريقة بطاقة التموية بطاقة التموية كله ياخد حق وياخد حقهم هناك الكثير في المشهد بيقول إن الرجل ده اللي انتوا اتهمتوه بإنه اللعيب كبير أهو بس مال مين اللي هو في الإدارة مش اللي يعمل كده الطفرة الإنشائية والإدارية والاقتصادية والاقتصادية والجوائز التي حصل عليها النادي الأهلي هي الأكثر في هذا المجلس هي الأكثر طبعا لكن انت عتيجي لحظة زي اللي احنا فيها دي اللي هي بفعل فاعل بتعملت فيك لأن كل الدربكة دي آخر شهرين قبل كده كان بيتقال عليك كلام تاني خالص كلام تاني خالص قبل كده كان بيتقال عليك كلام تاني خالص وكلام مهم جدا هنسمعه بعد الفاصل هذه الحلقة الفلسفية المهمة أهلا بحضراتكم من جديد قبل الفاصل كان المهندس عدلي بيقول شوفوا قبل اليومين دول كانوا بيقولوا ايه والحقيقة دي فعلا مسألة غريبة جدا الناس اختزلت الكورة والرياضة كلها في بطولة الموسم ده الدوري فقط مش بطولة شهرين برغم كل ما فيه الشهرين صحيح برغم كل تفاصيلهم واختزلت عمل مجلس الإدارة بتاع كابتل محمود الخطيب في السنة دي فقط وكأنه ما عندوش أربع سنين دورة كاملة جمعية العمومية قيمته وجددت السقة في انتخابه لا اختزل ويقيم من قبل والغريب جدا انه بيقيم من قبل انديها منافسة ما عرفش ايه علاقتها انت مالك ومال ان هو كويس او وحش انت مالك ومال ان الاهل نجح او مش نجح ايه العلاقة محدش بتكلم على حد ومحدش بيفتح دفاتر حد ومحدش بتكلم على ميزانات حد ومشاكل حد وحواديد كتيرة جدا عمر الاهل لا لا قناة ولا برنامج ولا نادي كان معنى بها خالص كل الانديها لها حق تشتغل وفقا لظروفه عمرنا ما معلقنا على قرار ولا مزانية ولا مشكلة عند حد ولا تفاصيل مع ان انت تاخد كتير يعني لكن انت بتقول كل نادي بيشتغل وفقا لظروفه وقناعاته ومسئولية انما تيجي نحية لا مش هسمح انما تفرغ نفسك للنيل من الاهل والضغط على الاهل والتحميل على الاهل والغريب جدا انك تلاقي بعض الاصوات اللي بتسمع وبترجع تردد الكلام ده كاعلاميين لكن يبقى هناك رأي مهم سابت وواضح بنفكر به الاعلامي المتميز الوستاذ تامر امين كان له رأي سابق في الكابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة نفكر به محمود الخطيب غريب جدا جدا يعني تحتار في امره جدا بخلاف انه اسطورة كرة القدم المصرية عندما كان لاعبا ده لا خلاف عليه بس كمان على المستوى الانساني تجد انه ظاهرة انسانية فريدة محمود الخطيب يختفي ويختفي ويختفي ويتحمل طول هذا الاختفاء هجوم وانتقادات ومشاكل واخطاء وتقصير وفي بعض الاحيان تجاوز وتطاول واهنات وكل شيء ثم فجأة يقرر ان يظهر ويتكلم فتنقلب الامور رأسا على عقب عندما يظهر ويتكلم ويستطيع ببراعة انه يقلب المائدة على خصومه جميعا اول ما يظهر ويتكلم تجد نفسك مجبرا مجبرا على احترامه ونسيان كل مفات حتى لو كنت انت شايل في نفسك بعض الامور تجاه اداء مجلس الادارة او تقصير او بعض المشاكل في ادارة الفريق الاول لكرة القدم بسبب الانتاج الاخيرة تلاقي كل ده تبسح بقى استيكا وتجد نفسك مجبرا على حبه واحترامه مش بس كده ده كمان على دعمه والدفاع عنه ومسندته في الجاي على طول الخط وهو ظل حصل مع الغالبية العظمى من الجماهير عندما استمعت الى محمود الخطيب عندما ظهر في المؤتمر الصحفي المطول محمود الخطيب اتكلم تقريبا تقريبا ساعة واتكلم في كل شيء ومحمود الخطيب ومجلس دارة الاهلي وعلاقته بجماهير الاهلي واعضاء جمعية العمومية وجماهير الكرة بصفة عامة شيء قبل المؤتمر الصحفي واصبحت شيء تاني خالص بعد المؤتمر الصحفي شكرا بقول لكم هو ظاهرة انسانية استثنائية جدا وانا حبدأ من النهاية مش من البداية حبدأ بنهاية كلامه مش بداية كلامه لما عمود خطيب طلع وقال انه مصر ستظل دائما في قلب النادي الاهلي وانه النادي الاهلي كان طول الوقت ناديا للوطنية وسيظل ناديا للوطنية وان النادي الاهلي وجماهيره واعضاءه ومجلس ادارته ورئيسه كلهم يدعمون مؤسسات مصر والاجهزة في مصر والقيادة السياسية ورئيس مصر ومصر بشكل مطلق لا يعني مراءة فيه او اي لبس فيه وانا اعتقد ان هذا التصريح الواضح الصريح اجهز على قول كل خطيب كما يقولون وقطع الطريق على كل المزايدين والمشككين اللي كانوا طول الوقت بيمدغوا في اللبانة دي وحب يحاولوا طول الوقت يعملوا وقيعة ما بين الاهلي ومجلس ادارته ورموزه وما بين الدولة المصرية قضية الامر الذي فيه تستفتيان تامر بيختم بقضية الامر الذي فيه تستفتيان انت شايف ما انتهى اليه كلام الكابتن الخطيب وما بدأ به تامر في جزئة علاقة الاهل بالدولة ما انا قلتلك من الاول النادي الاهلي مؤسسة وطنية وهي تتصق منذ نشأتها مع الاهداف الكبرى للبلولة في كل مراحلة النادي الاهلي ما من حدث ما من ملمة ألمت بمصر إلا كان النادي الاهلي في قلب الحدث زي ما بقولوا كده شايل القصعة أو شايل الفوت الصفرة في خدمة مصر الكلام اللي بيقوله الأستاذ تامر الناس استشعرته إلا حد أو اتنين حاجة غريبة جدا طلعوا برضو فاجئونا بال 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 تفاكر البنزفان دي وفاكر الكلام ده لكن كل الناس وشوفنا الأستاذ شابان وشوفنا العالم الخارجي كيف استمع إلى الخطاب ومهونت بتسد اللي قدامك ممكن أنا بقولك اللي الحاح يخلق من الشائعة حقيقة ولكن ما قدرش أقول خطيب فيه الحاح ده بيطلع كل فين وفين طريق كل فين وفين اللي ده حكك مثلا يعني عم نقيد بقى أمي يجي يقولك النادي بتاع البيانات هو النادي اللي بيطلع بيانات أنت اللي بتقول بيانات أنا بطلع يا قرار يا خبر أجي أبلغه بشكل رسمي اللي بيأخذه بيقولك بيان من النادي أنت اللي بتقول محدش قال في النادي الآلي سنقرأ عنكم بيانا من النادي الآلي وإن فعل إيه المشكلة في كده تطلع تتكلم ما بتتكلمش على نفسها بتتكلم عليك وعلى الكابتن الخطيب طب لماذا ندافع عن الكابتن الخطيب درواشها لأ لأن احنا عارفين أنه مستهدف عشان يضرب النادي الاهلي وهو مستهدف الاهلي من خلاله من خلاله وهو الحمد لله تصرفاته بتدافع عنه هو ليه بيكسب القضايا لأنه ما يديش فرصة أنه يغلط في حد طب لجاءنا للمجلس الأعلى ومعايير الإعلام مش عارف ما حدش بيرض عليك هتعمل تروح للإتحدات المعنية ما حدش بيرض عليك كل الجهات الرياضية المعنية والإعلامية المعنية ما حدش بيرض عليك وانت نازم من بيتك وفي حد وقفلك تحت البيت يجتمك تطلع البيت وقفلك في البلوكونة يجتمك تروح لهنا يمين شمال لأهل ولجبار الحد ما حدش تنصيفك لما تروح بقى تعمل بلاخ في الاسم وقولك عيبة راجل هتديعمل فجاره كده انت هتعمل ايه فالمسألة مش كده المسألة انك خدت كل الوسائل ومنها الاتجاه القانوني وهو اتجاه حميد لان البديل ان نطلع الكلمة بكلمة والإساء بعشرة وهنا وكأننا نستنسخ المناخ ده وقدامه مناخ تاني ما هيبقى حرب صحيح فكواشي الحمد لله ان ربنا الهم الرجل للعقل والتماسق انه يروح للقانون فالكلام اللي بيقوله استاذ تامر اتفخت معه على اصداء هذا المؤتمر داخليا وفي محيط الاعلام العربي كان اجابي جدا واستطاعوا ان يتلمسوا ويلمسوا الفوارق ما هو يعني حتى اللي ما كانش بينصفك قال لك الرجل ده الحقيقة يعني هل دي ادارة ولا دي ايه ما هي ادارة الادارة بقمة الادارة انك ما تاخدنيش لاني انا صاحب الشعبية استقوى واحنا بنحذر هنا طول عمرنا وهي الاحداث كل مرة يقول لكم يا جماعة الاهل مش محتاج مهير وإلا في الدعم لكن مش في ان احنا نختبئ بتصرفاتنا داخل جماهيرنا الوضع كده يبقى مش كويس الاهل لا يفعل هذا الاهل لا يفعل هذا فانت طبعا اذا كنا هنجيب نمازج تانية لان الحقيقة الحقيقة يعني برضو السيد محمد شبانا ما عرفش انت جيبت ولا لا طيب هنشوف محمد شبانا الحقيقة لانه كمان اتكلم كلام مهم جدا عن نموذج محمود الخطيب نشوف احنا في فترة كل شيء ملتبس في عالم الرياضة والكورة كل شيء ملتبس فجالك نموذج تاخده كل شيء ملتبس ما بين خوف ما بين جبن ما بين تجاوز ما بين اساءات ما بين ان الحق بتاخد بالدراع ما بين عدم تنفيذ لوائح فانت جالك نموذج قدامك بعيد عن اللي قاله كابتن الخطيب حتى لكن نموذج في انه رئيس للنادي الاهلي اكبر نادي في مصر فبيتكلم الراجل بكل ترفع وبكل ثقة وبكل ادب وكل شوية عايزة اقولها دي بكل ادب وبكل اخلاق ودي حاجة لازم احنا نرصخها في ناسنا هل الادب والاخلاق ضعف ده اقوى من صليت النساء يعني انك تبقى قوي ولسانك لا يخطئ خد بالك اصعب كتير جدا من انت تدعي القوة بلسان مخطئ فلما يبقى عندنا في وقت في وقت يعني فارق هنعتبر وقت يعني في حاجات مش هي المفترض تبقى موجودة فلما الحاجات اللي تبقى موجودة دي وتضغي ونستقنعك ان ده الصح وهما كده ما يجوش اللي كده وهما معرق والكلام ده فيطلع لك النموذج يتكلم ويطلب حقه وده النادي الاهلي خد بالك يعني انا لو رئيس النادي الاهلي وحبيت اطلع اقول ولو بعد كده عاد تعمل كده على المجد ولو حد بعد كده لعب لي في التحكيم ولا لعب لي معرفش في ايه انا حيكون لي هتصرف تاني معاه ولا حد هيقول لي حاجة ده انا رئيس النادي الاهلي نبا راجل بكل ادب واخلاق قال كل ما يرغب بكل ادب واخلاق عشان كده لازم نحط تحت دي 100 خط بكل ادب واخلاق الاصل ان يكون فيه ادب فعشان كده لما تسمع اللقاء بتاع كابتل محمد الخطيب على مدار الساعة بكل تفاصيله وحواديته حتى وهو بيتكلم عن الشخص اللي هو شايف انه ما وفدش مع الاهلي في موضوع افريقيا بكل ادب ما اتكلم عن اختلافاته مع التحاد الكورة بكل ادب ما اتكلم عن اختلافاته مع التحكيم بكل ادب هو الحقيقة ليه انا مهتم بالكلام اللي قاله استاذ محمد شبانة لانه استاذ محمد شبانة اتفق مع تامر امين على ان السؤال المهم هو الادب لان برضو فيه ناس بتروج لهذا اصل ضعيف اصل مجل دارة الاهلي ضعيف وانا هتوقف امام دي بس بعد ما اقولك اللي انا عايز اقول الادب والاخلاق في معالجة الازمات والتجاوز دي قمة القوة لان من يمتلك زمام نفسه هو اللي بينتصر على ضعفه ومن ينتصر على ضعفه ينتصر على اي حد ايوه لا يمكن تنتصر على الاخرين وانت ضعيف من جوه ضعفه كله بيحركه اه فالكابتن الخطيب لماذا كان صاحب الشعبية الجارفة في اي لحظة خليه يعود في البيت كده عشر سنين وبعدين يجي له شوقه كده ينزل فصل الناس مش هيعرف هتجده الناس محتفظة لان النموذك ده لازم لازم هو انت عايز عايز لولادك ايه تكون شتان وزمام وفتقه وتخط حقك بدراعك وانت ضرابه وحتى لو مش حقك هو ايه يعني بتأنزح كل يوم يجيب لي سندويتش اخطافه من ايده وكله منه هلا ازاي بدلا ما تعمل لانت سندويتش تقول له خد يا ابني عشان انت ما تبصش للي حقك ما هو بتنطط كل يوم يجيب لك سندويتش شاكل ده نوع النوع التاني انك تبقى بالادب ده اتفضل اتفضل قبل ما تقطم اللقمة بتدوق الناس معاك هنا السمو لكن مسألة انك انت تعتبر ان الادب وبتاع ضعف دي مسألة في مطار خطورة لانك انت ماذا تريد ان تلقن الاجيال الصاعدة ايوه انت بتقيم لايه ولا يلا كل واحد ياخد له شوية طوب ويتيح في عباد الله لا احنا شفنا العواقب قبل كده في المدرجات وشفنا مبارح امر كان من الممكن ان يستفح الله ولا ان جمهور وانا ينبغي ان الرئيس نادي اسماعيل يطلع يستنكر مش يقعد في الاسم عشان يطلع يخلي الرجل يتنازل سواه زي ما اتقال الله اعلم التلام ده حصل ولا لأ وبالترغيب وبعدين بالتهديد في الاخر والراجل قال لك انا مش هسيبه اعتدي عليه اطلع اطلع كده من باب العظمة والسمو والقيادة الحقيقية قول ما حدث لا نوافق عليه هيزعل منك شوية الناس اللي رمض طوب بس هيحترمك الكل ابناء المحافظة و خارجهم عموم مصر لانك كده انت صاحب رسالة لكن كل واحد يستخبى في جماهيره مهما وشبانة الشرل حتى انه كابت الخطيب عمره مستخبى في شعبيته ولا استقوى بجمهوره ده اللي انا عايز اقولولك بقى طيب الراجل اللي يقدر يستقوى بجمهور لانه عنده جمهور الاكتر ما يعملش كده لنرجع تاني مسؤول مسؤول ورجو دولة وعارف ان دي منطال خطورة وعارف انه لابد انه يكون حليما وان انا احط الحدود لكل عنصر من النصر بما فيها الجماهير اللي بتحبني واللي ممكن يزعلها موقفي لما اقول لهم من اجلكم لا سابقوا ملخص سياسة النادي الاهل فشعبية الكابتن الخطيب مش انه لعب طبعا كونه لعب ما حصل شيء بدأتها لكن هو يعني اكملها انه قدم النموذج ومكارم الاخلاق الصادقة انا عمري ما شفته بيشتم عمري في حياتي صحيح وانت لما تكلمه بتتعب من كتر صوت الواطن هو لفظ تامر امين انه نموذج انساني او حالة انسانية فريدة طيب هو الكابتن الخطيب ده يعني انت حتطلعوا ملاك مفيش حد ملاك صحيح وقد احيانا تتطفق معاه وتختلف معاه احنا بنقولك النموذج ده عايزين يشقيع لان النموذج ده هو ده المسؤول الحقيقي اللي يقدر يقدر مسؤولية قيادته لجماهير تقدر بعشرات الملايين داخل مصر وزيهم برا مصر هو ده اللي تأتمنه تأتمنه على نديك وعلى تاريخه وتأتمنه على قيادة الجماهير ده في اتجاه صالح الدولة هكذا يكون رجل الدولة والشعبية بتمنحه قوة انه الشعبية ما ليه الشعبية بتمنحه قوة انه استحمل هو عارف ان الرصيد عند الناس يسمح ناخد القرارات الصعبة انت قلت الشعبية والرصيد شي طبيعي انه الشارع ممكن يهتم بنجم كورة اسطوري كبير بحجم الكابتن الخطيب اللي انا في تقديري اذا كانت جائزة محمد بن راشد منحته جائزة الابداع الرياضي في الادارة الرياضية بكل ما فيها فانه اللي يتأمل ما تعرض له الكابتن الخطيب من اساءات وما تحل به من اعلى درجات ضبط النفس والمسئولية يستحق معهم وسام المسئولية اي حد بيقدر قيمة القدوة وظروف المجتمع وشعبية الخطيب والتزام الى اعلى حد لانه لو رد وجمهور بيحب رد بقنا في حالة احتراب ربنا يحفظ مصر منها لكن كان على هذا القدر العالي جدا من انه يتحمل على نفسه كل اللي بيحصل ويلوز بالصمت دي اجماعة فضيلة استحق عليها وسام المسئولية لانه وراجه مور كبير هو تمسكه بحقه القانون اللي حصل عليه ده قوة هنا قوة قوة طبعا قوة ما حصل انا انا معرفش اجيب حق الا بالطريقة دي بس وانا تاريخي واولادي واسرتي وجماهيري وقف انها راحل للقانون انا رحت واسبت ان ليه حق انا عايز اقول ان انت القوة ان تبع مالك زمام نفسك وما تروحش للقضايا اللي تحسب ضدك محدش يختار لك استاذ ورهيم معركتك ولا توقيت ولا طريقة صحيح هو ده النادي الاهلي ودي قياداته وبص لكابتن صالح وبص لكابتن حسن وبص ايه اللي عمله ده واللي عمله ده واللي بيعمله كابتن الخطيب عشان تعرف وقابليهم طبعا هم خدوا المورسات دمين من تاريخ النادي الاهلي اللي سبب عظامته هنطلع للفاصل وبعد الفاصل شهادات اخرى مهمة هذه الحلقة الفلسفية المهمة اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة والمهان سعاد اللي بيتكلم قبل الفاصل على شعبية الكابتن محمود الخطيب وقاد ده الرجل ده عنده هذا القدر من الالتزام بالمسؤولية الكبيرة جدا اللي عليها الشعبية في كل مكان بيظهر فيها مش شعبية لعب كورة يعني شعبية إنسان شعبية إنسان نموذة قيمة بجد تقريبا من سنتين دعية للتكريم من قبل محافظة الده أهلية بوصف ان هو ابن الده أهلية فحل ضيفا على جامعة المنصورة نشوف الحفاوة الشعبية في هذا المحراب موسيقى 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 هي يعني فكرة مسألة الحب دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بس طول ما الإنسان بيحافظ على هذه الصورة اللي عند الناس عنه هيكون هذا القدر من الحفاوة والتكريم اللي ما يدايقش حد الناس تدايق لو هذا الرجل المحبوب محبوب الخطيب استغل هذا الرجل ضدك استقوى بيها أساء بيها خرج عن الإطار العام ليها كل ده يدايق ويزعل لكن بالله عليكم حد بهذا القدر العالي جدا من حب الناس ليه ويلتزم أشد الالتزام وضبط النفس يتهاجم وتشتم بسبب الناس متشدد وهو كان يقدر لو يتكلم كلمتين الناس كلها هتدايق والناس كلها هتزعل والناس كلها هتدعي يا سيد على الغلط ومع هذا الرجل لازى بالصمت والمسئولية وتحت المسئولية عشرات الخطوط هو ده المسئول بجد كمان الأستاذ سيد علي وهو رجل كاتب صحفي كبير مدير تحرير الأهرام عايز سوى الحاج قبلها اه لا خلاص سيد علي ماشي له رأي ايضا في محاولة خلط الرياضة بالسياسة في الضغط على الاهلي نشوف سيد علي مدير تحرير الأهرام والإعلام الكبير فضلكم ما تخلطوش الرياضة بالسياسة ومن فضلكم ما تخطوش جمل غير مفيدة في علاقة الدولة بالأندال كده على ما يبيض بصراحة فما يحدث الآن بالنسبة للنادي الأهلي كتير مسألة ليست لا علاقة بالرياضة كتائب إلكترونية وشغله ضده وتحريض على الاستقالة نعايز أقول لحضراتكم الخطيب أسطورة مصر بجد المؤدب الخلوق المهزب مجلسه عمل ايه فأربع سنين خد اتنين إفريقيا واثنين كاس سوبر وثلاثة دوري واثنين كاس واثنين كاس سوبر مصري وثالث كاس العالم وثلاثتاشر البطولة في أربع سنوات وبيتاجم وبيتتام بالفشل أنتو بتحذروا أنا أهلاوي آه إنما كمان بتكلم منطق ما تزودوهاش بالنسبة للأهلي لأن دموكم تقيه القوي والمسألة بقت فتنة والمسألة ما بقتش رياضة المسألة خلط ما لا يخلط الحقيقة لأ الخطيب محترم ومؤدب ومهزب ولعيب وإدى النادي الأهلي وإدى مصر ورئيس مجلس إدارة محترم وعمل شغل غير عادي الثلاثتاشر بطولة في أربع سنين ويقولولي يستقلوا ويمشي أنتو بتحذروا أنتو بتحذروا بجد المشكلة يا أستاذ سيد أنهم مش بيهذروا إنما بيخططوا لما يتعاير النادي الأهلي في شهرين خلاص هو كان واقعيا قال لك أخذ بقى المطشاط اللي فضلة دي أنا خلاص هلعب في أفريقيا حسيم الأمر يبقى أنا مش الترتيب لا يعنيني في شيء أنا هلعب بالنشئين هريح التعبنين هرجع النقيهين أطلع بمكسب أطلع بمكسب وأعتقد أننا شفنا النهاردة الناس كانت بتقولك الأهلي عايز يدعم نفسه في حراسة المرمى كل الناس بتقولك ليه ما أنت عندك دلوقتي حراسة مرمى على أعلى مستوى إذا كان الكابتن شناوي ولا كابتن علي لطفي ولا كابتن مصطفى شبير ثلاثة هيلين جدا يمثلوا ثلاث أجيال فأدي مكسب حتى اللعيب أنت عارف في رسالة الدكتوراه أستاذ إبراهيم أحيانا تعمل رسالة الدكتوراه فترفض النتيجة هو يقولك أنت كسبت كسبت إيه؟ أن الفرضية دي لا تؤدي إلى النتيجة اللي إحنا عايزنا شوف فرضية تانية إذا أنت كسبت من التجربة بلاش الطريقة دي أيوة خد سكة تانية هو ده مكسب العلم من الفاشل أي وأيضا الرياضة من الفاشل ودي دلوقتي ليبر بول مع المانيون اللي مش قادر يكسب حد لحد دلوقتي اتنين واحد بس عزقنا أن محمد صلى عجب جوة وده اللي يعنينا في الأمر عايز أقول حاجة الكورة فيها العجب فأنا متفق معه اللي قاله طبعا كل الزملاء العزق بيما فيهم في الآخر اللي قال لك بتهزروا لا ما بيهزروش تصور بقى سيد بيه الرجل الخلوق والمهزب المؤدب ده بيقولوله عشان كسبت يا خايب اللي جبت 13 إنجاز 10 أو 11 لقب زائد مرتين كاس العالم 3 كاس العالم وهو إنجاز إنجاز حنسمي إنجاز مش بطولة فأنت أنت أنت عارفة يا سيد إبراهيم أنت عامل إحسائية مش حنيلح أن نقولها أن الخمس سنين اللي فاتوا دول باير ميونيخ يتصدى ب14 بطولة أن النادي الأهلي يأتي خلفه ياسبق ريال مدريد صحيح 9 بطولات هنقش ده الأسبوع يوم الخميس إن شاء الله أنا بديلك بس عشان ناس تعد وتصلح وتهيأ نفسها دي كانت مسألة مهمة جدا نذكر ونفكر أن البطولات اللي أخدها النادي الأهلي في خلال السنوات الخمس خلته فعلا في مصف الأندية العالمية الكبيرة جدا حظا للبطولات ميزانية النادي الأهلي والنمو الاقتصاد اللي حصل فيها والتعظيم الكبير لمواردها دفعت أو دفعت القائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم إلى ملح النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب جائزة الإبداع الرياضي في الحوكمة الرياضية كنموذج للإبداع الإداري ده كابتن محمود الخطيب اللي بيتكلمه على نمطه الإداري وده كابتن الخطيب اللي تكلم عنه شبانة وسيد علي وأيضا تامر أمين إنه حالة أخلاقية إنسانية جديرة بالاحترار وبيضغطه اللي إستقارك والتقرير والتوقير وزي ما قال سيد علي أنتوا بتهذروا بعد كل الإنجازات دي وبعد هذه النجاحات اختزلت الأمور كلها في بطول الدوري فيها كتير من التفاصيل شكرا جزيلا لحضراتكم دمتم للأهل دائما ودام لكم ورئيسه محمود الخطيب بأفضل حال دائما وبطلا شامخا شكرا جزيلا وتصبحوا على ألف كامل اشتركوا في القناة